أنا من سنوات طويلة أطلع على قوائم للأطعمة والأدوية والمنظفات التي فيها محرم إما كحول أو فيها شحوم الخنزير أو فيها اشتباه وتجد أن الأخبار تتضارب حياناً يقالك هذه فيها ثم يأتي نفي لها وحياناً مع الأسف الشديد تكون نوعاً من الحرب بين الشركات يعني شركة نساء الله العافية في الأطعمة أو في الصابون أو المنظفات حتى في الأدوية تأتي تنشر مثل هذا كذباً وزوراً لكي تكسط تجارة الشركة ومنافسة لها فيجب أن نتنبى لهذا التلاعب الموجود لكن أحياناً صحيح يكون فيه جيلتين ومثل ما قال لأخي عمروكا زول الله خير سؤاله دقيق وواضح لا يدري هل هو جيلتين نباتي أو حيواني وأيضاً إذا كان حيوانياً هل هو من الخنزير ولا من الحيوانات الأخرى وهي يستشكر أنه أيضاً الحيوانات الأخرى قد تكون من ربوحها بغير طريقة غير شرعية أحياناً يكون فيه نسبة من الكحول لكني أعطي قاعدة في هذا المجال حتى يرتاح الأخ عمروكا أولاً إذا كانت هذه المادة سواء من الأطعمة أو الصابون أو الأدوية فيها شبهة وفيه بديل عنها فاتركها بوجه الله وخذ البديل النظيف الآن هذه قاعدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لا شك اترك الشبهة دع ما يريبك ما لا يريبك ما في الحديث الآخر هذه واحدة الأمر الثاني قضية أنك تحكم بأن هذا حرام لا يجوز هذا أيضاً خطير جداً لا تقول لما تصب أسلتكم الكذب هذا حلال وأن هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفتروا على الله الكذب لا يفلحون لا يجوز أن تحكم بأنه حرام ونجس ولا يجوز استعماله إلا ببينه فما دم تشاكاً فأخذ بالاحتياط والورع لنفسك أنت ولكن لا تحرمه على الناس وتشق عليهم بأمر لم يتبين لك ويتأكد عندك هذه قاعدة ثانية الأمر الثالث إذا كانت نسبة شحم الخنزير مع أن الخنزير أغلب النجاسات هنا نعرف كلام الله عز وجل فيه أو الكحول وهي أيضاً محرمة صحيح أنها ليست نجسة العين لكنها حرام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام وفي رواية فملء الفرق منه حرام فلا يجوز الخمر قليل ولا كثيره لكن إذا كانت هذه النسبة من الخمر قليلة وغير مركزة أو حتى من شحم الخنزير يسيرة وعولجت معالجة كيميائية وخلطة مواد أخرى مباحة حتى ذهب أثر الإسكار فيها فليس فيها طعم خمر ولا رائحة خمر ولا لون خمر ولا تسكر وليس في أيضاً طعم الخنزير أو أثره فهذه قد تحولت إلى عين أخرى مباحة لأنها كانت يسيرة وبالتصنيف مع مواد أخرى مباحة تحولت إلى عين أخرى وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة الاستحالة وقاعدة كبيرة ضخمة وتحتها فروع كثيرة جداً من فروع حتى يتبين الأمر ما ذكره بعض الفقهانه لو وقعت قطرة بول عزكم الله في إناء في إناء فيه ماء واستحالت هذه القطرة في هذا الماء بحيث لم يبقى لهذه النجاسة أثر لا لون ولا طعم لا رائحة قالوا هذا الماء طاهر ويجوز الوضع منه واضحة؟ واضح قالوا لو وقع كلب في مملحة أرض ملحة معروف الملحة أثر في تحويل الأشياء وكلب الذي يعتبر أغلظ النجاسات ولو ولغ في الإناء يوصل سبعاً إحدها بالترى ومع الأيام تحول لحمه وعظامه وشعره تحول إلى ملح استحال إلى عين أخرى مباحة الملح حلال حلال فلا ننظر ماذا كان الله كان فيه كلب ذهب أثر وتحول إلى عين أخرى مباحة هذه أيضاً مهمة قد يكون فعلاً فيه جيلاتين من خنزير ربما لكن شيء يسير يعني ومع المواد الكذير الخلط فيه تحول إلى عين أخرى مباحة فيبقى أنه حلال لماذا ذكرت؟ لأنه استحال إلى عين أخرى طاهرة ومباحة جزء استعمالها لكن مع ذلك هذا الكلام لا يلغي ما ذكرته دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إذا كان فعلاً فيه شبهة وعندك بديل يا أخي الحمد لله خذ البديل الآن من الأفضل